يا جبريد سل محمدا ما يبكيك في المستان لا لا كمارة يعني كده يسل جعل كده بيبكي ما يبكيك والعليم الخبير قال الله يسألك ما يبكيك قال من لأمتي من بعد يا جبريد الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقول لك لن نسوءك في أمتك أبدا ألا ترضى أن تكون أمتك ثلثة أهل الجنة فوقف خطيبا وقال ألا تحبون أن تكون ربع أهل الجنة فكبر الصحابة ألا تحبون أن تكون شطر أهل الجنة فكبر الصحابة ألا تحبون أن تكون ثلثة أهل الجنة فكبر الصحابة قال أهل الجنة مائة وعشرون صفة أمتي ثمانون صفة الله أكبر هذا كرم هذا كرم سبحانه الله سوف يعطيك ربك فترضى قال يا رب لا ارضى واحد من امتي في النار واحد من امتي في النار قال بشر امتك ان كل من قال لا اله ان الله لن يخلق في النار سوف تدعم قلها فيغار الله على كلمة التوحيد في قلوب الموحدين يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردر من ايمان فتخرجوا من مليكة ثم اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال زر من ايمان اخرجوا من النار من دمعت عينه قطرة ولو مست رأس الزبابة خشة مني مرة اخرجوا من النار كل من خاصني في مقام ثم يقول الرحمن الرحيم اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله فيخرجون فتصفق جهنم ابوابها عندئذ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مستردون هنا يندم بقى الكافر لو قلت لا اله الا الله كان في زمرة الخارجية كان خارج فلما يخرجوا فاهل الجنة ينظروا عليهم بقولوا الجهنمين باين عليهم فكأن يعني اسه ولا حزن في الجنة فيمسون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل فيراهم اهل الجنة فيقولون ربما سبقان هؤلاء دا الجنة لا اله الا الله لا اله الا الله كريم كريم لما يعلم رب الالي اذا وهب لا تسألنا عن السبب لا تسألنا عن السبب اشتركوا في القناة